مساء الخير سادة الأجواء المائر البرودي اللطيفة عموماً مع ظهور السحب المرتفعة ووصلت درجة الحرارة العظمى في العاصم عمان بحدود 20 درجة مئوية أما عن الطقس الليلة في عمان يكون الطقس بارداً بوجه عام مع ظهور السحب المتفرقة وهناك احتمالية ضعيفة للتشكل السقيع أثناء الصباح الباكر في أجزاء من البادي والسهول الشرقية وتكون الرياح جنوبي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتصل درجة الحرارة لحوالي 8 درجات مئوية وتصل نسبة الرطوبة لحوالي 50% أما عن الطقس خلال أيام القادمة في المملكة غداً الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والأجواء اللطيفة في معظم المناطق مع ظهور السحب المتفرقة لتصل درجة الحرارة لحوالي 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما عن يومي الخميس والجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية لتصل درجة الحرارة يوم الخميس لحوالي 15 درجة ويوم الجمعة تنخفض لحوالي 13 درجة مئوية أما عن درجات الحرارة للثلاث أيام القادمة خلال ساعات الليل غداً الأربعاء حوالي 7 درجات مئوية أما عن يوم الخميس بتوصل لحوالي 9 درجات ويوم الجمعة تنخفض لحوالي 6 درجات مئوية وبهيك بننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة الليلة في إيربتصل لغاية 10 غداً حوالي 20 درجة جرش 20 وعجلون 19 درجة مئوية والأجواء شبه غائمة خلال ساعات النهار بنكمل معكم درجات الحرارة في المفرق والزرقاء حوالي من 19 إلى 21 درجة مئوية أما عن درجات الحرارة في السلط حوالي 19 درجة مادبة 19 درجة مئوية ومطار الملكة علياء 21 درجة مئوية والأجواء شبه غائمة بنكمل درجات الحرارة بنوصل معكم للبحر الميت حوالي 24 الطفيلة والكرك ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية وتنخفض للليلة حوالي 8 درجات مئوية أما عن درجة الحرارة في معان حوالي 20 درجة مئوية والأجواء غائمة خلال ساعات النهار وبالعقبة درجة الحرارة 24 درجة مئوية والنهاية في رويش الدرجة الحرارة تصل لغاية 21 درجة مئوية ملخص التقس في المملكة التقس بارد نسبياً لهاي الليلة والتقس لطيف غداً نهاراً ومنلاحظ انخفاض على درجات الحرارة بشكل طفيف ليومي الخميس والتقس بارد نسبياً زي ما ذكرناكم يوم الخميس والجمعة والآن مننتقل معكم إلى درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر